السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي طلبة الصف الرابع الاتدائي النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الثاني في التاريخ الوحدة الثالثة الدرس بعنوان الوحدة بين أقاليم مصر القديمة من عنوان الدرس وحدة بين أقاليم مصر القديمة هي أقاليم مصر القديمة ما كانتش متوحدة آه يعني مصر اللي احنا عايشين عليها دلوقتي ما كانتش متوحدة وما كانتش بالشكل ده آه يعني مصر القديمة دي مرت بمراحل الوحدة نعم إيه هم المرحلتين دول؟ مرحلة أولى ومرحلة تانية يبقى مراحل تحقيق الوحدة مرحلتين المرحلة الأولى قسمناها وخلناها الأجزاء في البداية أول جزء في الوحدة خالص أول ما بدأوا يتحدوا عملوا القرى والمدن القرى والمدن إنسان لما نزل جانب وادي النيل واستقر وعرف الزراعة بدأ يعد مجموعة من الناس جنب بعضهم كونوا عائلة وعائلة جنب عائلة جنب عائلة تكون قبائل وقبيلة جنب قبيلة جنب قبيلة تكون قرية قرية جنب قرية جنب قرية تكون مدينة يبقى دلوقتي إحنا عرفنا أن نشأة الكرة والمدن عائلات ثم قبائل ثم قرى ثم مدن دي بداية المرحلة الأولى للوحدة عائلات ثم قبائل ثم قرى ثم مدن طيب الناس اللي عايشين في القرية والمدينة كان في حاجة بتحكمهم ولا هم عايشين حياتهم كده لا ده في حاجة بتحكمهم إيه هي الحاجة دي؟ بقال لي ده ثلاث حاجات عادات ونظم وقوانين العادات دي اللي بتقولهم صح وغلط والنظام أي حاجة في حياتنا رازم تبقى ماشي بنظام والقانون زي المحكمة زي المحكمة عندنا دلوقتي يبقى أكمل المصر القديم نظم حياته من خلال نقط ونقط ونقط عادات نظم وقوانين طيب المصريين والقديماء دول كانوا بيعبدوا حاجة آه كانوا بيعبدوا بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى زينا لا ما كانوش لسه عرفوا ربنا سبحانه وتعالى أمولا عارفين إيه؟ عارفين الشمس أي قوة قدامهم عبدوها زي الشمس زي النيل زي الطيور أي حاجة شافوا فيها مصدر قوة عبدوه لأنهم ما كانوش لسه فكرهم وصل إن في ربنا سبحانه وتعالى الخلق الكون ده كله يبقى كانوا بيعبدوا ايه شمس النيل وبعض الطيور طب احنا وصلنا لتكوين الكرة والمدن بعد كده في ايه قال لي الكرة والمدن دول مجموعة كرة مع مجموعة مدن اتحدت مع بعضها كونت لنا حاجة جديدة ايه هي الحاجة الجديدة دي كونت لنا الاقليم يبقى كل مجموعة مدن مع كرة جمع بعض كده وعملوا نفسهم اقليم كل اقليم من الاقليم دي بقى عامل زي الدولة الوحدة كل اقليم بقى له حاكم ولو معبود بيعبوده ولو عاصمة خاصة بيه ولو جيش بيحميه ولو شعار بيرمز ليه يبقى الاقليم اللي تكون من القرية والمدينة بقى له حاكم معبود عاصمة جيش شعار طيب الاقليم دي كونت مع بعضها وكونت حاجة جديدة اسمها الممالك يبقى دلوقتي بالراحة كده احنا اخدنا في المرحلة الاولى نشأة الكرة والمدن بعد كده الاقليم بعد كده الممالك طيب الممالك دي ناسة مثل مملكتين مملكة في الشمال بنقول عليها وجه بحري مملكة في الجنوب بنقول عليها الوجه القبلي طيب نشوفهم على الخريطة الوجه البحري هو الجزء اللي فوق في الشمال طب والوجه القبلي الجزء اللي في الجنوب عند مملكة الجنوب عند طيبة ونخم تمام طيب بعد كده احنا كده وصلنا نشأة الكرة والمدن وتكوين الاقاليم وتكوين الممالك طب هنت اسم لمملكتين مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب كل مملكة هنعرف عاصمتها شعارها لون التك بتاعها العاصمة في لممات الشمال بوتو العاصمة في مملكة الجنوب نخب بوتو دي فين حاليا كرب مدينة دسو حاليا نخب كرب مدينة ادفو حاليا تمام طب الشعار نبات البرديو زي ما ظهر في الصورة صورة نبات البرديو ده كان له استخدامات كتيرة عند المصريون وانقدمها عشان كده كان هو الشعار بتاعهم طيب ظهرت اللوتس ودي شعار مملكة الجنوب تمام لون التاج احمر زي ما ظهر قدامنا التاج لونه احمر ولون التاج في مملكة الجنوب ابيض يبقى تاني هنقارن ما بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب مملكة الشمال في الوجه البحري مملكة الجنوب في الوجه القبلي ما بين عاصمة شعار لون تاج عاصمة في مملكة الجنوب في مملكة الشمال الاول بوتو اللي هي كرب مدينة دسو حاليا في مملكة الجنوب نخب كرب مدينة ادفو حاليا الشعار نباتل بردي الشعار زهرة اللوتس لون التاج أحمر لون التاج أبيض مملكة الشمال ومملكة الجنوب اتحدوا مع بعضهم وكونوا مصر الموحدة ودي أول وحدة يا أولاد سنة كام 442 قبل الميلاد ما ننساش التاريخ ده ده تاريخ أول وحدة في مصر 442 442 قبل الميلاد يعني ايه قبل الميلاد يعني قبل ميلاد السيد المسيح تمت وحدة البلاد تحت سيطرة حاكم واحد يعني دلوقتي في حاكم واحد بس هو اللي بيحكم مصر ماشي؟ طب عاصمة الوحدة دي ايه؟ أون اللي هي عين شمس حاليا وعين شمس هنشوفها قدامنا دلوقتي على الخريطة اللي هي أون هوليوبلس اللي هي عين شمس حاليا ورجع التاني الوحدة دي ما استمرتش طويلا وانقسمت البلاد لنفس المملكتين اللي هم مملكة الشمال ومملكة الجنوب وبكده نكون خلصنا المرحلة الأولى من الوحدة اللي بدأت بنشقة الكرة وبعد كده المدن وبعد كده الأقاليم والممالك والممالك كان مملكتين مملكة شمال ومملكة جنوب وبعد كده الوحدة الأولى سنة 442 قبل الميلاد وهنشوف المرحلة التانية في المرحلة التانية هنتعرف فيها على حاكم وطني مهم جدا في تاريخنا يا أولاد وهو الملك ميناء الملك ميناء سنة 3200 قبل الميلاد وحد البلاد مرة أخرى ودي اللي هي الوحدة التانية ودي اللي استمرت طويلا ومن خلالها قدرنا نبني الحضارة الفرعونية القديمة وقدرنا يبقى لنا تاريخ نفتخر به ونفتخر ان احنا اول شعب حقق وحدة طيب الوحدة دي سنة 3200 قبل الميلاد طب مين ده خرج من اين من مملكة الشمال ولا من مملكة الجنوب من مملكة الجنوب من طيبة في مملكة الجنوب طيبة دي فان يا ميس دلوقتي اللي هي الأقصر حاليا تمام عايزين نعرف اهم انجازات واعمال الملك مين تلت حاجات اهم من بعض اول حاجة الوحدة وحدة مملكتي الشمال والجنوب واحنا قلنا الوحدة كانت سنة كام 3200 قبل الميلاد طب تاني حاجة عملها بنا مدينة من نفر نحفظ الاسم كويس مدينة من نفر ليه بيمني مدينة عشان تبقى عاصمة لتكون عاصمة للبلاد وعمل حوالينا العاصمة دي صور ابيض وعشان كده سماها العرب منف سماها العرب منف منف دي معناها الجدار الابيض تمام ثالث حاجة كون جيشا قويا لحماية وحدة البلاد الجيش افايدته بيحمي البلاد ودلوقتي هو عامل وحدة عايز يحافظ على الوحدة دي فلازم يبني جيش قوي هنشوف مجموعة اسئلة بما تفسر بما تفسر يعني لماذا؟ يعني عايزين نجاوب عليها بنقول بسبب بما تفسر بنى الملك مينة مدينة من نفر ليه بنا مدينة من نفر؟ لتكون عاصمة للبلاد عشان تبقى عاصمة للبلاد بتاعته وللوحدة بتاعته تمام؟ طيب وكون جيش قوي ليه؟ لحماية وحدة البلاد يبقى بما تفسر كون الملك مينة جيشا قويا لحماية وحدة البلاد يبقى سنة 3200 قبل الميلاد مصر اصبحت موحدة على يد الملك مينة طب إيه هي النتائج المترتبة على توحيد مينة للبلاد؟ احنا عرفنا النبابة تفسر عايز السبب طب ما النتائج المترتبة على بتحتاج إيه؟ بتحتاج النتيجة اللي هيحصل بعد كده إيه؟ طيب ايه ما النتائج المترتبة على توحيد مينة للبلاد؟ رقم واحد أسس أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر قديمة تاريخ مصر القديمة ياولاد كان عبارة عن أسر إزاي يعني الأسرة الأولى تيجي بعدها الأسرة الثانية تحكم بعدها الأسرة الثالثة تمام طيب تاني حاجة لابس تاجا مزدوك يتكون من تاجي مملكة الشمال ومملكة الجنوب ما هو دلوقتي أصبح ملك مملكة الشمال ومملكة الجنوب طيب هيلبس أنهي تاج هيلبس تاج مملكة الشمال ولا تاج مملكة الجنوب هو أصلا من مملكة الجنوب يلبس تاج مملكة الجنوب لا هو جمع التاجين مع بعض في تاج واحد تاج مملكة الشمال الأحمر وتاج مملكة الجنوب الأبيض ولبس تاج أحمر وأبيض هنشوفه دلوقتي في الصورة وده بقى سميناه التاج المزدوك تاج مملكتي الشمال والجنوب طيب لما لبس التاجين هنسميه إيه بقى صاحب التاجين ماشي ولقبنا بإيه تاني بملك الأرضين أرض الشمال وأرض الجنوب اللي هو الوجه البحري اللي احنا شفناه على الخريطة من شوية والوجه القبلي طب كل الكلام ده سجلوا وسجل النصر العظيم على لوحة اسمها ذات الوجهين يعني ايه ذات الوجهين؟ يعني كل وجه من اللوحة عليه تسجيل لحدث معين في حياة الملك مينة لوحة ذات الوجهين اللي هي لوحة نارمر ظهر قدامنا في الصورة لوحة نارمر الملك مينة مسجل عليها انتصاره على مملكة الشمال ومسجل عليها مظاهر حياته وازاي قدر يوصل لوحدة البلاد يبقى كده الوحدة تمت في البلاد بعد مرحلتين المرحلة الاولى بدأت بنشقة الكرة والمدن بعد كده تكوين الاقاليم وبعد كده تكوين الممالك مملكة شمال ومملكة جنوب والوحدة الاولى 4242 قبل الميلاد وانقسمت البلاد مرة اخرى لمملكة شمال ومملكة جنوب دي المرحلة الاولى لكن المرحلة التانية ودي اللي تمت علي يد الملك مينة عام 3200 قبل الميلاد والخط الزمن اللي قدامنا بدأ بالكرة وبعد كده المدن والاقاليم ومملكة الشمال ومملكة الجنوب وبعد كده الوحدة الاولى 4242 قبل الميلاد ورجعنا تاني انقسمت لمملكة شمال ومملكة الجنوب وبعد كده الاتحاد ووحدة الميلاد سنة 3200 قبل الميلاد وده اللي تم علي يد الملك مينة وفي النهاية احب اقول لكم يا ولاد ان الشعب المصري هو اول شعب حقق وحدة ودي حاجة جميلة جدا والمفروض نفتخر بيها ان الشعب المصري اول شعب حقق وحدة واكد ان الوحدة والاتحاد هما الطريق الى بناء حضارة عظيمة ونلتقي في لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة